حلقة جديدة من سلسلة الدايلي سيتواشن او المواقف اليومية ومعنا النهاردة موقف الكلاس او موقف الفصل ما بين التيشيرز والستودينس ما بين المدرسين والطلبة لان دا اكتر موقف الطلب مني في التعليقات يلا بينا طبعا المواقف اللي بتحصل في الكلاس او في الفصل او في المدرسة ما بين التيشيرز والستودينس كتيرة انا هحاول في الفيديو بتاع النهاردة اقولك اشهر الجمل اللي بيقولها التيشيرز واشهر جمل اللي بيقولها الستودينس لكن مش حادة راحصر كل الجمل نظراً لوقت الفيديو حنبتدي مع الجمل الخاصة بالteachers أو المدرسين وأول حاجة بعملها أي teacher أول ما بيخش الفصل بياخد حضور وده بالإنجليش اسمه take attendance I am taking attendance أنا باخد حضور طبعاً الطلبة ممكن يبقوا غيبين فده اسمه absent ممكن يبقى حاضر فيقولك present وممكن يبقى متأخر late وممكن يبقى execused يعني معروف ان هو غيب بس مستأذن منك execused فلو حنحطوهم في جملة بقى حنقول مثلاً بعد كده بتقولهم مثلاً طلعوا الكتب بتاعتكو طلع بالإنجليش اسمها take out طلع بقى الكتاب take out your book طلع المقلمة take out your pencil case طلع أي حاجة take out your earphone اللي هي السماعات اللي بنستخدمها في قدنا وهكذا يطلع يعني take out علي صوتك يعني raise your voice أو speak up please raise your voice please أو ممكن تقول speak up please يعني علي صوتك وسمعنا صوتك كده لما تحب تقول الحد اتفضل قعد بالذات لهوك بير في السن الأفضل أنك تقول له take a seat or have a seat take a seat or have a seat بل لا sit down يعني ال sit down دي كانك بتكلم حمادة بنوختك إلا لو حتعطه بعدها please شغالة ممكن تقوله sit down please بس الأفضل أنك تقول لو بتكلم حد كبير تقول له take a seat or have a seat يعني طلب مثلا لو بتدي كورسات زي الناس كبار have a seat or take a seat خلي sit down دي للأطفال شوية لما تلاقي بقى الناس صوتها عالي ممكن تقول لهم be quiet please وممكن تقول حاجة تاني اللي بستخدمها كتير بالذات في الأمريكان إنجلش اللي هي keep it down keep it down keep it down please عاوز تقول للناس بقى ركزوا شوية معايا ممكن تقول لهم focus please ممكن تقول لهم pay attention to مثلا the lesson أعيروا انتباهكم للدرس أو ركزوا في الدرس pay attention to محمد ركزوا مع محمد زي ما لكم بيشرح مثلا pay attention to وكذا بقى الحاجة اللي عاوزين ينتبهوا ليها يعني لو اتنين بيتكلموا مع بعض وعاوز تقول لهم بطلوا كلام جانبي أو بطلوا تتكلموا مع بعض وهم قاعدين بتقول بالإنجلش stop side talks please stop side talks please بعد كلا عاوز تقول للناس مثلا روحوا الصفحة الفلانية في الكتاب فبتقول بالإنجلش go to page وتقول رقم الصفحة أو turn to page وتقول رقمها go to page 17 turn to page 17 go to page go to page or turn to page عاوز تقول لحد يفرد دارك بالذات الأطفال فبنقول بالإنجلش straighten your back straighten straighten or straighten up please straighten up افرد ضحبك طبعا أحيانا go to class بتعمل activities أو نشاطات فأنت عاوز توجه الطلب عاوز تقول لهم مثلا من يشتغلوا زوجين مع بعض يعني زميلين قاعدين جنب بعض فتقول لهم work in pairs work in pairs طيب عاوز تشتغل تخلي كل واحد يشتغل لوحده تقول لهم work alone work alone يعني كل واحد يشتغل بشكل فردي طب عاوزهم يشتغلوا في group فتقول مثلا work in groups عاوز تحدد بقى group كم واحد لو انت مثلا class كبير فتقول لهم مثلا work in groups of five يعني اشتغلوا في groupات من خمسة work in groups of seven work in groups of ten وهكذا نخش بقى على أشهر الجوم اللي بتحصل مع students أو الطلبة أول حاجة بتحصل كتير جدا لما انت تبقى مش فاهم ممكن تقول بالإنجليش I didn't catch that part I didn't catch that part أو I didn't get that part I didn't get that part ما فهمتش الجزئية دي المدرس بقى بيكلم بسرعة أوه وانت عاوز المدرس بقى بيكلم بسرعة أوه وانت عاوزه يبطأ شوية فممكن تقول بالإنجليش slow down please slow down please يعني يبطأ من فضلك سواء لو بيش رح بسرعة أو بيتكلم بسرعة slow down please عاوز تقول له مثلا ايه معنى الحاجة دي أو ايه معنى الكلمة دي ممكن تسأله وتقوله بالإنجليش what's the meaning of ومش ofها of الـ f هنا بطنطق v of what's the meaning of ايه معنى كزا بقى شوية أسئلة بقى لما تحب تستأذن المدرس بتاعك زي مثلا لما تحب تقوله ممكن امشي بدري ممكن تقوله can i leave early can i يعني هل من الممكن can i leave early عاوز تقول حمام مزنوء اوكي ممكن تقوله can i go to the toilet ومش طوالت ولا طوالت can i go to the toilet toilet can i go to the toilet عاوز تاخد مكلمة أو تعمل مكلمة التليفون can i make a call can i make a call a call يعني مكلمة can i make a call جاي متأخر وعاوز تعتذر عن تأخيرك فتقول I'm sorry for انا اسف على او عشان being late لازم تحط I'm sorry for being late ما ينفعش تقول خلص I'm sorry for late انا اسف متأخر ما تمشيش I'm sorry for being late من غير مش رحالة grammar اخدها كده I'm sorry for being late لما يبقى التيتشر بيسألك على الهومورك بتاعك وعاوز تقول عملته بتقول I did my homework I did my homework لو ما عملتوش بتقول I didn't do I didn't do my homework sorry دي كانت أشهر الجمل اللي بتحصل في الكلاس سواء من المدرسين أو من الستودينز حاولت على قد ما قدر ان انا اختصر الفيديو في حاجات أكتر بس مش حقدر أقولها كلها في الفيديو شكرا لدعمكم الدائم لهو الفيديو عجبك please share and like عشان نكمل في السلسلة دي لانا لسه في مواقف كتير قوي بتحصلينها روميا ومحتاجين نعرف الجمل بتاعها بالانجلش من غير جرامر واصداع واجع دماغ هاخدها كده أحفظها وأقولها بس وخلاص اشتركوا في القناة وشكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة